أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الفترة الماضية شهدت الاتفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى مع الأشقاء في دول السعودية والإمارات وقطر وهو ما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوفير مزيد من فرص العمل وتوطين الصناعة والتكنولوجيا أشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لعدد من المشروعات التي تنفيذها وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية كذا مقترحات التعاون في مشروعات أخرى جديدة سواء في قطاع البنية التحتية أو البشروعات التنموية التي تسهم في تحقيق التنمية وزيادة الاستثمار وتوفير فرص العمل ذلك في ضوء تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية كما تابع مدبولي موقف حزم التمويل المختلفة كذا اتفاقيات التمويل الميسر مع شركاء التنمية